مجلس التعاون الخليجي اعتبر حركة طالبان بأنها الآن سلطة الأمر الواقع وأنهم مجبرين على التعامل مع الحركة لذلك أعلن مجلس التعاون الخليجي عن أنه قام بعقد لقاءات في الدوحة مع ممثلي قادة حركة طالبان وهذا الوفد الذي أتى من أفغانستان برئاسة أمير خان متقي وزير الخارجية وتناول فيه عددا من الموضوعات أبرزها كيفية تقديم المعونات للشعب الأفغاني وضرورة إجراء مصالحة كما وصف مجلس التعاون الخليجي هذا الأمر وضرورة أيضا أن لا تكون أفغانستان محطة لأي أعمال عدائية أو إرهابية هكذا أشرت الصحفة هكذا تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عموما دعنا نلقي نظرة على الصورة التالية لكن نشاهد تفاصيل ما جاء في هذا الأمر مجلس التعاون الخليجي يجتمع مع طالبان في الدوحة أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه عقد اجتماعا هاما مع حركة طالبان التي تقود حكومة معقتة في أفغانستان واصفا إياها بسلطة الأمر الواقع وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان له بأنه تم لقاء بين ممثلي دول المجلس مع ممثلي سلطة الأمر الواقع في أفغانستان في الدوحة وأكد ممثل مجلس التعاون على أهمية المساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات للشعب الأفغاني عبروا أيضا عن مواقف المجلس السابتة تجاه أفغانستان واحترام سيادتها واستقلالها وحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني واحترام الحريات والحقوق بما فيها حق المرأة في العمل والتعليم اشتركوا في القناة